تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن تنطلق يوم الجمع القادم في عمان فعليات بازار الرحمة الثامن الذي سيقيمه مكتب فضائية نورسات الأردن في جمعية الهدف آل هلسي دابوق بالتعاون مع شبيبة الأردن لدراما المسيحية وستشارك بمعروضات البازار الذي يستمر يومين العديد من المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة وسيدات المجتمع المحلي العاملات في منازلهن ويشتمل بازار الرحمة على الكثير من المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية والحلويات الشعبية ومستلزمات عيد الميلاد المجيد التي تحتاجها العائلات المسيحية والمسلمة في الأعياد والمناسبات الاجتماعية الأردنية المختلفة بازار الرحمة هاي السنة هو البازار رقم 8 ومثل ما بتعرفوا كل سنة بازار الرحمة تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن أهداف بازار الرحمة وإحنا مستمرين أن نركز على هاي الأهداف هو بالإضافة الهدف الأول هو تصويق المنتجات الأشخاص اللي بيشتركوا بهذا البازار تصويق منتجاتهم المحلية منتجاتهم الغذائية من زينة من زينة الشجرة أغراض حلويات مثلا بيعملوها الستات من كريسماس كيك بتيفور أو زينة الميلاد يعني هذا باب بنفتحه لهدول الأشخاص اللي بيشتغلوا من البيوت ويسوقوا منتجاتهم من خلال بازارات اللي بتقام بكل الرعاية لكن بازار الرحمة نحن منخصه أنه منأكد على وحدة الكنائس ووحدة الكنيسة أنه يضم كل هالكنائس والعائلات الكنسية في مكان واحد في بازار واحد في عنا الكنائس المختلفة من أرتودوكس اللاتين الكاثوليك الأرمن الأقباط السريان الكلدان الكنائس الإنجلية كلها مجتمعة في بازار الرحمة تحت نشاطات النشاطات الكنسية من الكشاف الشبيبات بياخدوا طاولات وبيسوقوا منتجاتهم نحن منركز على هاي الوحدة في بازار الرحمة وهذا اللي بيميز بازار الرحمة لدعم كمان فكرة الوئام الديني لأنه كمان بيشتركوا معانا مسلمين ومسيحية وبيزوروا البازار مسلمين ومسيحية فندعم فكرة الوئام الديني المواطن الصالحة في هذا البلد البلد اللي بلد الأمن والأمان معروف عنه نموذج للأمن والأمن فتركزنا على هذه الثوابط التلات بدعوا للجميع من خلال شاشة نورسات إنهم يحضروا هذا البازار يشاركوا فيه يدعموا المشتركين الموجودين فيهم لأنهم هن المشتركين أسر مستورة متعففة بالإضافة إلى العائلات الأخرى اللي قادرة إنها تعطي وتساعد كمان مشتركة معنا فأهلا وسهلا فيكم في بازار الرحمة يوم تسعة وعشرة من شهر اطناعش يوم الجمعة والسب السيعة 11 صباحا من يوم الجمعة الافتتاح سوف يكون فكونوا معنا كتار وفرحونا وفرحوا الجميع وكل عام وإنتم بخير ترجمة نانسي قنقر